السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير جميعا. طبعا بقلنا كتير ما عملناش فيديوهات عشان خاطر بس ايه في شوية كعبلة كده في السوق. وفي لغبطة كتير في السوق. فان شاء الله ربنا يسهل الحال ويعد الايام ده على خير. وطبعا كل سنة وحضراتكم الطيبين. بمناسبة طبعا عيد الفطر المبارك اللي هو ان شاء الله كمان يومين او تلاتة. اه قعد الله علينا وعليكم وعلى كل الامة الاسلامية. بالخير واليوم والبركات. طبعا يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده احنا عينينا ليكم. وطبعا كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده. ده عشان خاطركم. عشان زي ما قلت لحضراتكم متابعينا او عملاء نا هم شرقاء نجحنا. فانا طبعا ببقى مبسوط جدا جدا ان انا بساعد حضراتكم ان انتو توصلوا للحاجة اللي انتو عايزينها. او مثلا المرتبة اللي تريحكم وتكونوا عارفين ايه المرتبة. وايه يعني اسماءها ومدلاتها. كلام ده كله. فده كله طبعا حاجة بتستاعدنا جدا. وطبعا انا بيجي التصالات كتير جدا من عملاء. بيبقوا مبسوطين بالفيديوهات اللي هما بيفهموا يعني. بيش عارفين. وبيستفادهم بالفيديوهات. فده حاجة برضو بتفرحنا كتير. فما فيش اي حد يعني يكون مسلا بيفكر احنا بنتدائق مسلا ان حد بيسأل او حد او بيتصل مدائي من اتصاله او كده في اي وقت. احنا عنينا ليكم في اي وقت. واي حد عنده اي استفسار في اي وقت يبعت لنا او يكلمنا احنا تحت امركم. النهاردة بقى يا جماعة عجبتلكو الموديل العملاق في شركة يانسن. ان هو اعلى حاجة اعلى موديل في شركة يانسن واريح موديل. الواحد بقى اللي هو عايز شغل الفنادق يعني شغل المراتب اللي موجودة في معظم الفنادق والحاجة اللي هي بقى يعني تغتص جواها كده والكلام ده كله اللي هو موديل في شركة يانسن اللي هو موديل السوسط منفاصلة. بصة يا جماعة ده كده هو شكل الموديل. شايفين تفاصيل الموديل وشكله حاجة في منتهى الروعة صراحة. ده طبعا سوسط منفاصلة ارتفاعه خمسة وتلاتين سنتي فيه بس عشرة سنتي جزء ده كله مومريفون. فده حاجة تخيل بقى انت كمية يعني الاحساسي الجميل. الحاجة اللي هي بقى بص انت هتنام جوا المرتبة دي كده هتحس ان انت غطصان كده في حاجة طبعا طبية وحاجة طريقة جدا ان هو المومريفون ده يا جماعة حاجة بصراحة محترم قوي. وزي ما انتم شايفين ارتفاع عالي يعني برضو اللي عنده مسلا السير بتاعي يكون واطي. او في مشكلة مسلا ان هو اوام دي يعني مسير واطي المرتبة دي هتحللك كل المشاكل دي. وطبعا يا جماعة زي ما انتم حاراتكم المومريفون ده حاجة جميلة جدا يعني الناس كتير جدا بتحبها. وبرضو ولا بتشبه بمشاكل ولا اي حاجة يعني المومريفون حاجة طريقة جدا شكل يعني تحسين انها شكل الملبة. انا هورار حضراتكم في قلب الخدادية بتوبها عاملة ازاي? تمام? زي ما انتم شايفين المكتبة تحفى يا جماعة. شايفين تفاصيل اصل المكتبة. شكل القماش بتاعها شكل القبطونية. طبعا دي سوسة منفصلة يا جماعة وفيها مومريفون عشرة سنتي وفيها تحت المومريفون كمان. حاجة بص بصراحة طحفة جدا جدا جدا. المومريفون ده يعني حاجة كويسة اوي. وطري جدا. هورار حضراتكم جوه المخدة دي عشان تشوفوا شكله عالطبيعة. بصراحة يعني حاجة. حيس انت مسك كده كطعة ملبة. بص يا جماعة شكل المومريفون. بص يا جماعة. بص هو يطبع ازاي في الايد. مكان الايد بص بص. 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 ده شكل المومريفون اللي موجود في المرتبة اللي في الواليتي ده. تخيل بقى ان ده كده موجود منه عشرة سنتي. ده طبعا اعلى مرتبة فيها مومريفون. عشان فيه عملاء كتير بيكلموني بيقولولي عايزين مرتبة شكل بتاع الفندق. هي دي بقى المرتبة اللي هتلاها شكل يعني قريبة جدا قوي من الملاتب الموجودة في الفنادق. عشان هما في الفنادق بيطلبوا المواصفات دي. ممكن بقى زيادة على كده كمان انت لو محطين كمان عليها طبق التطرية كمان. فبتلاقي بقى ايه احساس تاني خالص. فهميني? وطبعا ساعدها بالنسبة مسلا للموديلات اللي هي الموجودة او هانيمون او اوت لها اقل في الساعة. يعني هي ارتفاح عالي جدا ومراحة جدا. وزي ما انتم شايفين برضو بصوا اول ما نقعد حيس انت بتقتص بها شوية. مش برضو يعني عشان برضو اوضح لحضراتكم. مش بتقتص جواه للدرجة عشان برضو يبقى احنا عارفين. بس هي بتنزل بيك. وطبعا المرتبة دايما المرتبة اللي هي السلسطة المنفصلة او الممريفوم ديت ما ينفعش نجربها كده. عشان تقعد احساس المرتبة بالزبط. لازم تنام عليها. لازم تنام عليها تفرد جسمك كله عليها. وتقعد شوية فتبدأ المرتبة بتطبع في الجسم وتغط شكل الجسم. فطبعا بتديك احساس جميل جدا وراحة جدا جدا في النوم. وطبعا بقى اللي هم مسلا اللي هو يعني الواحد بقى ولا بيجي له بقى يجي له مشاكل في الظهر او يجي له مشاكل في الفقرات او العمود للفقر ولا اي حاجة من دي. فطبعا فانا بنصح اي حد اللي طبعا عايز مرتبة كل مريحة جدا ومرتبة كويسة ومرتبة عملية وبيجيش فيها مشاكل خالص المرتبة دي يا جماعة كويسة جدا لو لو سعرها مناسب لحضرتك. عشان برضو واحد ممكن مقدارش يشتري مسلا مرتبة بتامن تلاف جنيه. فده احنا بنتكلم للي هو يقدر يشتري مرتبة في السعر ده. في السعر ده. ده هتبقى مناسبة جدا لحضرتك ومرتبة كويسة جدا وزي ما انتم شايفين اصلا المرتبة شكلها تحفة. بقيت كمان عن الاحساس الروعة. لأ المرتبة جميلة جدا جدا ومراحة جدا يعني بصراحة جميلة قوي يعني. لو عايز يغط نفسي احساس المراتب الموجودة في الفنادق. المدير رياليتي. شركة يانسن. طبعا زي ما اقول لكم يا جماعة بنسبة سبعين في المية او تمانين في المية من فنادق مصر شركة يانسن هي اللي بتفرشها. تمام? يعني معظم الفنادق اللي هي الفنادق العالية اللي هي خمس نجوم ست نجوم كان ده كله شركة يانسن هي اللي بتفرش الفنادق دي. فتلاقي معظم من مدات لو انت رحتوا في اي فندق ورفعت كده الملاية وبصيت على المرتبة هتلاقيها تابع شركة يانسن او شركة انجلندا. فدي هتمرتبة كويسة جدا جدا. وانا بنصح هي حد برضو عايز مرتبة كويسة وسعرها برضو في المعقول. بالنسبة للمراتب الغالية. لها الهانبون كده هي سعرها معقول جدا. وارتفاحها برضو كويس جدا. مدير رياليتي في شركة يانسن ومش هتندم. حاجة محترمة جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم وسعرها برضو يعني رينج السعر بتاعها تقريبا سبعة خمسمائة او تمانية اللي هي مقاس مية وستية. تمام? ده كده يا جماعة كنت بس بعمل لكم النهار ده كده على مدير رياليتي عشان بس تشوفها شكله على الطبيعة وان شاء الله برضو هنحاول اللي احنا نجيب مدير عرض ان احنا نفتح الكيس ده نشيله ونعرض لكم المرتبة غير الكيس بتاعها عشان تشوفها على الطبيعة بالزبط. وزي برضو المرتبة ديت لازم بيجي عليها باركود وسيريال نمبر يعني البركود بتاعها اهو هتلاقي اسمها مكتوب عليها ومقاس المرتبة والبركود والسيريال بتاعها فيها حد كنكلمني سينا بيسألني عن موديل ده اللي هو جايبه وشاكك فيها فده شكلها بالزبط هيا جماعة شكلها بتغيرش خلص نفس الشكل القماش وعليها السيريال نمبر والبركود بتاعها تمام? طبعا هنقول لحراركو تاني كل سنة وحراركو طبعا طيبين بالمناسبة تقيد الفطر المبارك عادوا الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليوم والبركات ان شاء الله بازن الله هنكون متابعين معاكم بعد العيد في مفاجآت كتير جدا هنا معنا على القناة هنعمل لكم فيديوهات جديدة جميلة وهنعمل لكم حاجات يعني مفاجآت دعمونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناة عشان نقول لكم على كل جديد تحيات لكم جميعا ابراهيم مكاوي شكرا